أحمد فتح مشابه؟ هل ممكن نشوف أحمد فتحي الأمور بالنسبة لنه هو مثلاً لو تعرض عليه مبلغ معين ممكن يقولك لأ أنا جالي أبرة أكتر أمشي؟ والله بص هو يعني برضو أحمد فتحي برضو عمل تاريخ للنادل أهلي فهو أعتقد يعني أنه هو وجوده في النادل أهلي أفضل حتى لو بالمقابل المادي يعني أقل شوية بس هو وجوده في النادل أهلي بصراحة يعني أحمد فتحي ما تنفعش تشوفه بغير في النادل أهلي لو خرج بره يخسر كثير أحمد أكيد مهما كان المبلغ يعني طبيعته طبيعة أحمد يعني تحس أنه هو لعيب نادي أهلي بكالات بصراحة يعني في حتة تانية ما ممكن الظروف تبقى ديده وصوصي كمان أي حد على فكرة من الصعوبة جداً لعيب من ناديل أهلي يتنقل لنادل زمالك ويقدر يتأقلم بسهولة طريقة ناديل زمالك والإمكانات تحت ناديل زمالك كلعيبة مختلفة يعني شيء مختلف واخد بالك يعني في طريقة اللعب في طريقة المعاملة هياخد وقت كبير جداً لو تنقل لنادل زمالك على المجموري يبتدي يقرب منه ويشوفه فالموضوع مش بسهولة على فكرة لا حسابات مختلفة تماماً شريف إكرامي خلي بالك واضح دول الكباتن كباتن الفرقة إبراهيم في وقت معين انت بتبقى محتاج الناس دي في بطولات مهمة زي حتى لو هم هيعودوا خلي بالك مش لازم يلعبوا يعني أنا بكلامك برضو في جانب تاني مهم ليهم غير اللعب شريف إكرامي برضو عدم وجوده وده كان واحد من الناس اللي بيمتص ممكن صعاب أو مشاكل داخل الفريق في ظل وجوده ككبتن فريق بص طبعاً أكيد يعني شريف من الشخصيات الجميلة وممكن هو قابله سوق حظ بشكل كبير جداً على فترات مع ناد الأهلي وما كانش موافق وده وده وارد في الكرة إن ممكن الكرة تقلب عليك يعني اللي إن جي فترة كان مع شوق جميل ناد الأهلي وقرح المنتخب وكان عمل أوقات كثيرة جداً كويسة بعد كده الكرة قلبت عليه هي دي بص هي كده عدم التركيز وعدم يعني ساعات في وقت عدم تركيز ممكن بتقلب الأيا معاك خصوصاً كمان هو من نوعية اللي ما قدرتش يلم نفسه بسرعة يعني أنت ممكن تغلط وممكن يقابلك ظروف صعبة بس بتقدر ترجع تاني فهو الظروف كانت ضده خصوصاً كمان نوعية في وقت كانت الأمور مختلفة مع ناد الأهلي من ناحية جماهيرية لأن كان بطولة أفريقيا بعد على ناد الأهلي بقى لها فترة وفي الفترة الأخيرة كان فيه يعني بعض الهزايا وحصلت بسببه فدي عملت انعكاز ضده من ناحية الجماهيرية فدي اللي أثرت بشكل كبير جداً على مشوارة أحمد على الشيف الكرام أخذ بالك طبعاً جيش الناوي خد المكان مسك في الفرصة نفس القصة على فكرة في ناد الزمالك يعني أبو جابل جنش بعد كده اتصاب عواد ما تمسكش في الفرصة جيه أبو جابل مسك في الفرصة خلاص هي دي هي دي الكورة فدي بصراحة فهي دي ما تقللش من شريف لأن شريف كيمة كبيرة جداً ومن هو من الشخصات الجميلة وليه شعبية جوه النادي الأهلي أنا شايف أنه هو ممكن أعتقد أنه ممكن لو هيتنقى هيمشي بالنادي الأهلي ممكن يطلع السعودية يطلع دولة دولة عرمية هو كلام كتير على بيرامد ممكن يمشي فيها كويس يعني هو أنا شايف أنه هو عايز يبقى متواجد وعايز يثبت وجوده وممكن عفاك أن ما بقاش كان فيه بدل أكلي في النادي الأهلي ممكن الأمور تختلف معها من ناحية أنه هو عايز يثبت نفسه أنه هو قادر أنه يبقى من حراس المرمى الأقوية في مصر إبراهيم خليني بس أرجع لورا فكرة التفاوض في الوقت الحالي مختلفة عن فكرة التفاوض لما كنت أنت موجود والنادي الأهلي بيتفاوض معك أكيد طبعاً كل زمن بيتختلف دلوقتي الأمور بقت خلاص الأسعار معروفة يعني دلوقتي بقت الأسعار السعر كام والدين كام أنا أيامنا ما كانتش فيه الكلام ده خالص يعني مثلاً اللي عادي يقول لك ده أنا أتمسك بوجودي في اليومين دول عشان هاخد فلوس أكيد مش أخدها لو أنا بيتطلع عنين عشان أنت بتتكلم في فلوس أنت مريت بالظروف دي يعني أما دلوقتي الموضوع التفاوض خلاص كل واحد بقى شايف دلوقتي إن هو تمن وكذا فبيقدر يتكلم وفي نفسه ده الأندية سواء نادي الأهلي أو نادي الزمالك عارفين قيمة اللاعب بتسوي رغم إنها ممكن تكون مبالغ فيها شوية بس هو هي دي سنة الحياة الحياة بتختلف والاحتراف بيختلف وأسعار اللاعبة